اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب اكدت عمق العلاقات التاريخية الثنائية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ودولة روسيا الاتحادية الصديقة في جميع المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني وقضايا حقوق الإنسان وأشارت معاليها إلى أن السلطة التشريعية لأهمية خاصة لقضايا تعزيز وصيانة حقوق الإنسان والمحافظة على توسيع مجالات الحقوق والحريات العامة في دولة القانون والمؤسسات مثمنة تجربة مملكة البحرين في هذا المجال التي تتسم بالرسوخ والثراء والارتباط بالمبادئ الرفيعة التي تضمنها الدستور وانطلق منها ميثاق العمل الوطني وبنيت عليها القوانين والتشريعات جاء ذلك خلال استقبال معاليها اليوم وفدا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان بدولة روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لهم إلى مملكة البحرين بدعوة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز المحطات المضيئة في العلاقات التنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات خاصة على الصعيد الحقوقي والبرلماني والتعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية والبرلمانية على الصعيدين الرسمي والشعبي كما شهد اللقاء شرحا لأبرز الإنجازات التي حققتها السلطة التشريعية في مجال حماية وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان من جانبه وصف وفد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بدولة روسيا الاتحادية وصف اللقاء بالمثمر والبناء مشيدا بتجربة مملكة البحرين الديمقراطية والبرلمانية بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدأ يده الله وبدور مجلس النواب في رفض المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين بالقوانين والتشريعات المعززة لثقافة حقوق الإنسان مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان والشؤون البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر